اشتركوا في القناة المحاكمات الإدارية والمحاكمات التأذبية وتكلمنا وقلنا ان من ضمن المحاكمات سواء كانت محاكمة جنائية او محاكمة تأذبية فدول الاثنين بيشترطوا ان المحال للمحاكمة يكون ايه يكون موظف عام موظف عام انا ايه اللي همني كمحامي في هذا النوع من المحاكمات وفي هذا النوع من التحقيقات اللي همني كمحامي ان انت زي ما بتحضر في الجنائي وزي ما بتدافع عن مجرم جنائي ايضا معرض في اي لحظة ومكتبك مفتوح ان انت تدافع عن ايه عن شخص محال للمحاكمة التأذبية لان المحاكمات نوعين في محاكمة جنائية وفي محاكمة تأدبية بس المحاكمة التأدبية بتفرق عن المحاكمة الجنائية في إيه؟ في أن المحاكمة الجنائية بتبقى خاصة بالشخص من الناحية الجنائية فقط بمعنى أنها بتبقى خاصة بشخص خاص شخص عاد إنما المحاكمة التأدبية بيبقى شخص موظف عام موظف إيه؟ موظف عام قد يكون ارتكب خطأاً تقديبياً فقط في وظيفته وقد يكون ارتكب خطأاً جنائياً يمثل خطأ التقديبي لو فاكرين احنا نتكلمنا قبل كده وقلنا ان فيه حاجة اسمها الجريمة الجنائية والجريمة التقديبية وان الجريمة الجنائية والتقديبية الاثنين بيتحققوا في مين في شخص الموظف العام ولما قلنا ان الوظيفة تكليف وليس التشريف معناها ان الوظيفة بتحمل صاحبها عب لا يتحمله الشخص العادي فانا كموظف اصبحت لي وجهين وجه شخص عادي والواجه الاخر ان انا ايه ان انا موظف عام وطالما موظف عام اصبح للوظيفة لا حق علي حق الوظيفة علي ايه ان انا احترم هذه الوظيفة ان انا التزم بالتزامات هذه الوظيفة ان انا اظهر اظهر بالمظهر اللاق بهذه الوظيفة وبالتالي اذا اتيت فعل معين حط من قرامة هذه الوظيفة فحق للمشرع ان يعاقبني انت كمحام المحامي امتهنت مهنة المحامات اصبحت بمجرد ادائك اليمين اصبحت خاضع لقانون المحامات قانون المحامات في جانب تأديبي بمعنى ان لو انت كمحام ارتكبت مخالفات معينة تتعلق بالمهنة او حتى خارج المهنة فاصبحت ايضا خاضع للعقاب التأديبي الذي ينظمه قانون المحامات وبالتالي ممكن تتحل مجلس تأديب في نقابة المحامين وهذا المجلس يحكمك وبيدي لك عقوبات تتعلق بغلق المكتب بغلق المكتب او منعك من ممارسة المهنة مدة معينة عقوبات نص عليها قانون ايه قانون المحامات الشاهد ان بما ان انت انتهنت مهنة المحامات اصبحت لو ارتكبت فعل معين جريم ومعينة تعاقب عليها جنائيا وتعاقب عليها ايه وتعاقب عليها تأديبين كذلك الموظف العام اي موظف عام شغال في الدولة نفس الحكاية بالضبط اي فعل بيصدر منه هذا الفعل يشكل جانب جنائي ويشكل ايضا جانب تأديبي او جانب ادار وده يبين لنا اهمية الوظيفة العامة او اهمية المهنة اللي احنا بالمارسة الطبيب نفس الحكاية لو ارتكب فعل مجرم جنائيا وعاقب جنائيا وفي نفس الوقت عنده في نقابة الاطباء مجلس تأديب لمين للاطباء المهندسين كذلك يشاهد ان المشرع نظم عملية ممارسة الوظيفة العامة وممارسة المهنة الحرة بضمانات ادارية وتأديبية بجوار بجوار الحق العام اللي هو الحق الجنائي اذا احنا اللي اهمنا دلوقتي او اللي احنا بنتكلم فيه اللي هي المحاكمات التأديبية بما ان انا موظف عام او صاحب مهنة عامة اتكابت خطأ معين او فعل معين هذا الفعل يرتب جرما يستوجب المحاكمة واستوجب الايه التأديب واستوجب العقاب لكن المشرع احتراما منه لحقوق الانسان وتقديرا منه لهذا الشخص البن ادم المحل التحقيق ما خلهوش ان كده يلا خلاص السلطة المختصة تحيل اي واحد للمحاكمة او تعاقب اي واحد ولكن الدستور نفسه قالك لا يجوز توقيع اي عقوبة على شخص ما الا ايه بعد التحقيق معه ومش تحقيق فقط بعد التحقيق معه كتابة لضمانة من ضمانات الايه الموظف العام وانت اي نعم موظف وشاهد الاعباء الوظيفة بس مش معناك كده ان انت يتم عقابك دون ايه دون تحقيق ودون مقتضى عشان كده لازم من عقبكش او المشرع لا يعقبك الا اذا ثبت بيقين ان انت ارتكبت فعل مخالب مين اللي يزبط بيقين هذا الفعل برضو خل سلطة معينة تتولى عملية التحقيق او جهة معينة تتولى عملية التحقيق واحد هذه الجهة ايضا بضمانات يعني مش اي واحد يحام عام او اي واحد يحام مع موظف عام ايضا خل المحقق له ضمانات وخل شروط معينة في المحقق وشروط معينة ايضا او ضمانات معينة للمحقق معه بحيث ان احنا برضو نحفظ كرامة الموظف المحل التحقيق مش معنات ان انا موظف عام ان انا بقيت مرتشة اي حد ماشي يعمل ايه يخبط فيه خلاص لا طبعا ما فيش حد معصوم من الخطأ ولكن اذا اخطأ الشخص لابد ان احنا نحزبه ولما نحزبه نحزبه عن يقين عن طريق تحقيق مهني يتولى الشخص مختص قانونا بعملية التحقيق حتى نصل في النهاية أن كل واحد ياخد جزاؤه وفي ذات الوقت يبقى الموظف يهتم بعمله أنا لما شوف زميلي وحل التحقيق وخد عقاب لازم ياخد لاحظ لنفسي وهنا تيجي دمانات التحقيق وتيجي أهمية التحقيق الهدف أن احنا بنوازن في عملية محاكمة الموظف العام اللي بيخطئ ما بين زي ما بيسموها في القانون كده حاجة اسمها الفاعلية وإيه والضمان الفاعلية والضمان يعني إيه الفاعلية والضمان الفاعلية معناها أن حق العمل العام أن ياخد حقه كامل مئة في المئة بمعنى أن الوظيفة العامة أديها كما ينبغي اللي هي فعالية الوظيفة العامة أن الوظيفة العامة دي مش معمولة كده هبقى المنثورة لا الوظيفة العامة دي معمولة لقضاء مصالح الناس معمولة للحفاظ على أمن المجتمع معمولة للحفاظ على حقوق وحرية الناس يعني أنت كموظف عام مش كده وخلاص يسمك موظف عام وخلاص ويمكن أن أقول لكم قبل كده أن الموظف العام ده شخص ذو حيثية خاصة كون أن المشرع يدي لك سلطات قبل الوظيفة لم تكن تملك منها أي شيء وبعد الوظيفة تملك بها حاجات كتيرة يعني دي حاجة مش بسيطة ده خال أنت موظف عام دلوقتي مثلا من حقك أن أنت أصبحت قبل ما تتوظف ما لكش أي سلطات بعد ما تتوظفت بقى لك سلطات وبقى لك سلطات يعني تعاقب الناس وسلطات تجاز الناس وسلطات تجري اختصاصات للناس وسلطات لم تكن تملك عشان كده بنسميها السلطات الوظيفية صاحب سلطة صاحب سلطة يعني صاحب مكنة اللي مكنك منها القانون لما طلع لك قرار التعيد إذن أنت مش شخص عادي أو الموظف العام ليس شخصا عاديا وبالتالي لازم نديله الضمانات اللي تخليه يؤدي عمره بكفاءة يؤدي الوظيفة حق المواطن أنه ياخد أحسن شغل من الموظف اللي احنا بنسميها دي الفعالية فعالية معناها إيه؟ معناها كفاءة الوظيفة والعنصر الآخر هو عنصر الضمان الضمان معناها أن أنا بكفلك أن أنت كموظف عاما أنت السايب كده في الريح أي واحد زي ما قلت كده أن أي واحد عايز يخبر فيك يخبر فيك لا الفعالية أنه حق الشخص العادي أو حق المواطن أنه ياخد أحسن خدمة من الموظف العام والضمان ان انا اضمن لهذا الموظف انه يحفظ له كرمته وانه ما يكونش عرضة للمخاطر وانه كذا وانه كذا وانه كذا هنا الموازنة بين الاثنين ان انا عايز احفظ عليه كشخص تقوم بعمل عام وتؤدي وظيفة عامة وفي ذات الوقت عايز اقدي العمل العام او عايزك تقدي هذا العمل باكبر كفاءة ممكنة هو دي عملية صعبة وعملية لازم محتاجة نوع من التوازن من هنا جاءت المسئولية الادارية او اللي احنا بنقول عليها بنسميها المسئولية التقديمية ان انت كموظف منتش حر 100% ومنتش حر طالق 100% ومن السلطتك مطلقة 100% وفي ذات الوقت ان انت لو اخطأت هتتحاسب يبقى انت كده انا حرصت على اني الشخص اللي بيقدر الخدمة العامة للناس شخص مسئول وفي ذات الوقت الخدمة العامة قديت للناس باكثر كفاءة ممكنة بمعنى صح اللي احنا بنسميها الايه السلطة المسئولة او السلطة التقديرية الايه المسئولة ما فيه السلطة بلا مسئولية ما فيه السلطة بلا ايه بلا مسئول عشان كده كل واحد يعرف حدوده عمل الموظف العام حدود عمل الموظف العام اختصاصات يمارس حدوده باختصاصات معينة من ضمن حقوق الموظف العام انه لو اخطأ ان انا احقق معاه وما تدوروش عقوبة مباشرة دون ايه دون تحقيق وان الشخص اللي حاق معاه يكون شخص مختص ومسؤول يعني مش اي واحد كده حاق معاه عشان كده لازم اعرف انا كمحامي هذا الشخص اللي هيحل التحقيق اذا كان موظف من حقه ايضا انه يستعين بايه انه يستعين بمحامي ايه هي سلطاتي انا بقى كمحامي لو انا هقف جنب هذا الشخص دي حاجة الناحية التانية اللي هيحاق معاه لازم اعرف ايه هي سلطات المحق عشان انا ابقى عارف ما له وما عليه بحيث ان هو واحد محل التحقيق هو المفترض فيه انه مش عارف كل حاجة زي حالاتك انت كقانوني بقى وكمحامي المفروض تبقى فاهم هو ليه ايه عند الجهة بتاحته وعليه ايه عند الجهة بتاحته وامتى اعتبر مخطئ وامتى ما اعتبرش مخطئ وامتى تدافع عنه وتنفي عنه الخطأ وامتى من فيش عنه الخطأ هنا بقى مهمتك كمحامي انصاف المظلوم في هذه الحالة الناس كتير موظفين كتير تحل ايه تحل التحقيق ومجرد الاحالة للتحقيق في حد ذاتها بتشين الموظف يعني برضو عملية لازم كمسؤول واحنا دايما بننصح بها ان مش مجرد واحد يخطأ تلاقي ايه المسؤول المتعسف يلا حول التحقيق على طول حولوا التحقيق وتهيالوا يقولك ايه ان الاحالة للتحقيق دي دي مش ادانة لا هي برضو ان كانت احالة التحقيق اللي انها في حد ذاتها ايه عملية مزعجة منه وبتنال من كرامته تخيل انت لو موظف دلوقتي تبص تلاقي لايه الالسنة تلك الشخص مش فلان محل التحقيق مش فلان محل التحقيق ده حصل وحصل وحصل وممكن في الاخر يطلع ايه يطلع بريء عشان كده هي دي الضمانات اللي قررها المشرع ليه الشخص المحاقق انا كمحامي زي ما بقولك لو انت موظف عام ببص بها تبقى انت محقق ممكن تبقى محقق في الجهة اللي انت فيها لان لازم نعرف ان المحامين مش كل المحامين محامين ايه قطاع خاص في محامين ايه في محام يا كطاع خاص اللي هو الراجل اللي بيشتغل احساب نفسه اللي بيفتح مكتب وفي محامي ثاني زميلك بيبقى محامي فين في إدارة قانونية في هيئة وفي وزارة معينة من ضمن الهيئات في جامعة في البترول في هيئة سك الحديد في هيئة كده فيهاية كده نسمع كده يقولك انا محامي إدارة قانونية هل نعرف يعني ايه محامي إدارة قانونية لدي ما ابقى عارف ده ومحامي خاص كتاح خاص عندي مكتب خاص وفي محامل زميل لك تاني بيبقى باحث قانوني في هيئة من الهيئات أو في وظيفة من الوظائف أو في محافظة أو في وحدة محلية أو غيره ايه الفرق بين التلاتة دول انت مطلوب منك كمحامل انت تبقى عارف اختصاصات دولة ايه بالزبط ايه نعم كلهم رجال قانون لكن كل واحد ليه حدود وكل واحد ليه اختصاصات وكل واحد ليه قانون ينظمه يعني بصد لايه زميل الواخر يصنصحه معك في نفس الدفعة بس هو لما يحال مثلا لتحقيق كل التأديب يطبق عليه احكام قانون الخدمة المدنية واحد تاني شغال محامل في هيئة معينة زي هيئة السكة الحديد ولا زي جامعة من الجامعات لما يخطأ ويحال التأديب يطبق عليه قانون ايه قانون الادارات القانونية واحد تالت شغال في جامعة يطبق عليه قانون تنظيم الجامعات اذا الموضوع يا اخواننا مش موضوع انه خلاص ده ده قانوني يبقى هو قانوني ده محامي يبقى محامي داخل الجهة الواحدة تلاقي واحد محامي توصيفه الوظيفة باحث قانوني باحث قانوني ده معناها ايه معناها انه موظف عام يخضع لقانون الخدمة المدنية في اجازاته في ترقياته في شغله في تأديبه في كله ولاي واحد تاني يقولك ده محامي بالإدارة القانونية بالجامعة ايه الفريع بين ده وده ده بحث قانوني وده محام محام الإدارة القانونية ده يخضع لقانون الإدارات القانونية وده شغلنا تاني إن شاء الله ده سمحت الظروف نبقى ندي فكرة عن محام الإدارات القانونية وما هي اختصاصاته وما هي سلطاته وهل هو بالضبط يعني أحيانا دلوقتي تلاقي عضاء الإدارات القانونية في الجهات الحكومية أو في الهيئات يعمل إيه عايزين يعملوا يمنحوا حصانة زي زميلهم المحامين فهي تضايا الدول وبيطالبوا بيها أيوة ليه يقول لك الله أنا زي زي الزميل اللي في تضايا الدول هو بيعمل إيه هو نفس الحكاية بيدافع بس بيدافع عن مين عن الحكومة عن الوزارات عن المصالح الحكومية إنما أنا بدافع عن الهيئة بتاعته مثلا المحامي في الجامعة في الإدارة القانونية في الجامعة هو بيدافع عن الجامعة الجامعة جاء حكومية أو مش حكومية حكومية بس هيئات عامة حددها الدستور وحددها القانون وخلى لها شخصيات اعتبارية مستقلة بتقوم بنشاط معين وعملها من ضمن الاستقلال بتاعها أن يبقى فيها إدارة قانونية خاصة بها يعني لما تحصل حاجة على الجامعة أنت تروح تختصم مين تختصم رئيس الجامعة ما تختصمش ودير التعليم العالي رغم أن الجامعة تابعة لودير التعليم العالي هيئة الكهرباء تروح تختصم رئيس مجلس إدارة هيئة الكهرباء ما تختصمش ودير الكهرباء ليه هو صاحب الاختصاص فاكرين الاختصاص اللي تكلمنا فيه قبل كده عشان كده أنا ركسي لكم على الاختصاص وقلت لكم أهم حاجة نبدأ بالاختصاص الأول نفس الحكاية ده محامي إدارة قانونية في الجامعة ما يدفعش عنها مين رغم أن احنا بنقول هيئة قضايا الدولة هيئة قضائية تنوب عن مين عن الدولة سواء كانت الدولة مدعية أو مدعية عليها طب الجامعة تابعة الدولة ولا مش تابعة الدولة تبعة الدولة بس لها شخصية اعتبارية مستقلة لها قانون خاص ينظمها لها إدارة قانونية خاصة بها ي بقى اللي يدفع عنها مين ال ادارة القانونية الخاصة بالجامعة وداخل ال ادارة القانونية الخاصة بالجامعة بنلاقي transformates زي مقيدين بنقابة المهمين وده اللي بيجمع جميع 언واع المهمين سواء محامي خاص زي حلالكو أو محامي حكومة طبعا بتوع عضايا الدولة هم لا يقيدوا في النقابة لأنهم بحكم قانونهم مش مقيدين في النقابة إنما الإدارات القانونية كلها في الهيئات العامة وفي الوزرات لازم ما يبقاش محامي إلا إذا كان مقيدا في نقابة المحامين وبرضه بيترقى بيأخذ محام ابتداء ثم محام السئناف ثم محام ناء زي أنت بالضبط ما بتعم بس هو كل ما في الأمر إنه هو شغال في هيئة عامة بمعنى كده زي وزي بتاع بالضبط هيئة قضايا الدولة عشان لها قانون خاص بها سماها هيئة قضائية مستقلة ومنح أعضائها حصانة عشان يتمكنوا من ممارسة عملهم ولذلك أغلب الزمل اللي شغالين في الهيئات العامة يقول لك طبوحنا ننقصي عن هو الزميل الثاني لفضايا الدولة بيدافع عن الوزارة وأنا بيدافع عن هيئة عامة بل أحيانا تكون الهيئة إليها نشاط اقتصادي أكبر كمان من إيه من الوزارة يبقى إيه المانع أننا أن أنت تخليني برضو هيئة قضائية مستقلة ولذلك هم لغاية دلوقتي محامين الإدارات القانونية أنا بقوم بعمل زي اللي رأسه على السلم ليه لهو بقى محامي خاص مئة في المئة ما أنت المحامي الخاص على فكرة أكثرهم حصان المحامي الخاص تخيل ليه لأن أنت سيد قرارك في كل حال المحامي الخاص ده سيد قراره في كل أولا لك ضماناتك وحصاناتك تبقى لقانون المحامات وفي ذات الوقت بتمتاز عنه بقى أن أنت راجل حر نفسك مئة في المئة موقيت عملك براحتك الشغل اللي تاخده براحتك اللي تاخده تاخده اللي تسيبه تسيبه تفتيشك مع نفسك معلكش تفتيش من النقابة إلا إذا حد مثلا راح طعم فيك في حاجة معينة ممكن النقابة تجيبك وتفتيش عليك وتشوف شغلك كده وده كده الشاهد أن المحامي الخاص يعتبر هو إيه هو رقم واحد معلش دخلك كله لك ما انتش موظف بطبط مرتب الشاهد من ده كله إن في محامين قطاع عام أو قطاع أعمال عام وفي محامين حكومة وفي محامين قطاع إيه قطاع خاص يجمع الجميع إن هم كلهم أعضاء في إيه في نقابة المحامين مع هذا طبعا الزملاء بتوع أضايا الدولة على أساس أن القانون هاية أضايا الدولة ادالوا إيه ادالوا الإختصاص الخاص بي لازم أنا كمحامين أبقى عارف الكلام ده وأبقى عارف أنا بتكلم إزاي وفي نفس الوقت أبقى عارف شغل زميلي اللي شغال في الجامعة إيه وشغل زميلي اللي شغال في مجلس المدينة إيه وشغلي أنا كقطاع خاصة إيه طب واحد بقى جانب من ضمن الحاجات إن واحد جانب دلوقتي محال للتحقيق وعايز عايزني أحضر معاه مش مهم جدا أن أنا أعرف اللي أقول عليها مهم أعرف إيه هي الحقوق وهو إيه كمتهم وحقوقي أنا كحاضر معاه إيه وحقوق الجهة اللي عليه إيه بالزبط عشان كده طيب وسلطات المحاقق لأن المحاقق ده شخص وبشر وممكن يتجاوز مع مين مع المحال للتحقيق وأنا دلوقتي كمحامي مهمتي إن أنا أحمي الموكل بتاعي يبقى أنت في كل الأحوال إن كنت أنت محامي حاضر معاه مطالب تبقى فاهم الدنيا مشهد زي إن كنت أنت بتحقق معاه لو أنت تعينت في إدارة قانونية أو أنت اللي بتتولى عملية التحقيق لازم تعرف حدودك وتعرف اللي لك ولي عليك إيه في العملية دي بالزبط وهكذا طيب لو أحل مجرس هدي هدفه عنه إزاي هل يحق له أن يستعين بمحامي ولا ما يحقش وإيه حدود الاستعانة بمحامي وإيه مدى إمكانية أنه هو يحل التحقيق ولا لا يعني كنت لسا بقول للجماعة اللي قبليكوا دلوقتي لو واحد مدير عام في الجامعة ولا مدير عام في جاه معينة مين اللي يحقق معه ها طبقا لقانون الخدمة المدنية التحقيق معاه لابد أن يكون ايه مدير عام لدي محاق معاه النيابة الإدارية ليه طبقا لقانون النيابة الإدارية والمحاكمات التعذيبية أن اختصاص النيابة الإدارية هي جهة التحقيق عامة ولكن شرط أساسي شرط أساسي أن لما يكون التحقيق مع موظف بدرجة مدير عام ما انفعش هنقوله للشؤون القانونية اللي عنده ما احنا كل كل وزارة فيها شؤون قانونية وفيها دارة قانونية وكل جامعة فيها دارة قانونية لكن لما جاء عنده واحد درجة مدير عام نظرا لكبر الوظيفة أو أهمية الوظيفة القانون قال لك لا حماية لهذا الموظف ولمكانة الوظفية ما ينفعش التحقيق معاه إلا بمين بمعارفة النيابة الإدارية ليه لأن النيابة الإدارية أساسا جهة قضائية أو سلطة قضائية أو هي قضائية مستقلة مهمتها ممارسة عملية التحقيقات وبالتالي نقدر نقول أنها أكثر ضمانة وأكثر حصانة من مين من عضو الإدارة القانونية اللي هو شغال في الجهة لأن عضو الإدارة القانونية برضو مهما يكون موظف مرؤوس لرئيس إيه لرئيس الجهة وبالتالي يمكن التأثير عليه ولا لا يمكن التأثير إنما لما حيل الموظف المدير العام ده هو ولي النيابة الإدارية طبعا فيها استقلال لأنه وكيل النيابة اللي هيحقها معاه والعضو النيابة الإدارية اللي هيحقها معاه لهو خاض على رئيس الجهة ولا خاض على مين ولا خاض على الحد لا الهيئة كلها مستقلة وشغلتها ممارسة التحقيقات تاني حاجة لو فيه مخالفة مالية مش مخالفة إدارية المخالفة الإدارية أيًا كان مرتكبة لحد الدرجة الأولى ممكن أحقها معاه بإيه بمعرفة عضو الإدارة القانونية في الجهة اللي هو فيها إنما لو مخالفة مالية القانون برضو حفاظا على المال العام وحماية للمال العام قالك المخالفات المالية لابد التحقيق معها بمعرفة إيه بمعرفة النيابة الإدارية عشان كده لو فيه مخالفة مالية إن شاء الله يكون المرتكب لها موظف درجة تالتة ولا درجة تانية لازم أحيلها المين لازم أحيلها للنيابة الإدارية تمام؟ الشاهد من ده كله إن أنا كمحامي لو مش فاهم الحدود دي ولو مش مطلع عن نصوص دي همارس الدفاع إزاي عن المواكل بتاعي لازم أبقى عارف وزي ما قلتك قبل كده وبكررها لما ييجي واحد يؤكدني في قضية لازم أرجع لإيه ها؟ هارجع لقانون الجهة أو لائحة الجهة اللي بتنظم هذا العمل لإن مش كل الناس كلها تغضع لنظام واحد وفيه لوائح وفيه لوائح أحياناً بتبقى جهات معينة مختصة بإجراءات معينة تختلف عن غيرها من الجهات عشان كده عملوها القانون وعملوها اللوائح الخاصة لإن مش كل الجهات بتبارس نشاط واحد مش كل الأنشطة في مقام واحد ومش كل الأنشطة زي بعضها كل هيئة لها نظامها وكل هيئة لها خصوصياتها عشان كده من هنا عملوا قانون كامل نسموه قانون الهيئات العامة والمؤسسات العامة ليه؟ قانون المؤسسات العامة ده باعتبار أن الهيئة العامة أو المؤسسات العامة بتبقى مطلعة بنشاط مش هقول أكثر أهمية له خصوصية ما لما أقول هيئة الكهرباء لما أقول هيئة السكة الحديد لما أقول هيئة مثلاً الأبنية التعليمية لما أقول هيئة الأبنية بوضعات خارجية دي كلها اسمها هيئات عامة مصر فيها حوالي يمكن 62 هيئة عامة وكلها تابعة لوزارات يعني كلها جهات حكومية وتابعة لوزارات وكل هيئة لها اللايحة الخاصة بتاعتها ليه؟ عشان الانشطة بتاعتها مختلفة وعشان اديها استقلالية في العمل وعشان اديها حرية انها تمارس نشاطها بعيدا عن الروتين الحكومي اللي احيانا قد يطول وقد يقصر وبالتالي ممكن يؤثر على ادايا الخدمة في جهات معينة ما ينفعش ان انا اخطح القانون الخدمة المدنية زي حكاية القانون المدني والقانون التجاري القانون التجاري ليه جراءات خاصة في الانزار وفي المحاكم ليه عاملين محاكم تجارية وليه عاملين محاكم خاصة وليه عاملين محاكم كذا عشان سرعة الايه؟ سرعة الانجاز وسرعة الفصل في المشاكل لان انا لو اخضعت المنازعات التجارية للمنازعات اللي ما تخضع له المنازعات المدنية التجارة هتوقف لأن القانون المدني ده بقوله كدح باله طويلة وباله أطول شوية وفيه انذارات ثم انذارات ثم انذارات لا ده انت في القانون التجاري ممكن تحيل يقول لكي نزعي انشاء نعزل عقل يتم حله عن طريق التحكيم التحكيم هات واحد من عندك واحد من عندي ونحدد معادي ونقر وممكن في خلال اسبوع نحل المشكلة لكن لو هروح المحكمة المدنية بقى هروح المحكمة والمحكمة هتبصله في أجازات في المحاكم ومش عارف هتخش السنة الجاية أو السنة اللي بعد تبص تلاقي النزاع يطول المدني يحتمل كده وجراءاته تحتمل كده انما التجاري ما ينفعش فيه الكلام ده عشان كده زي ما فيه هيئات او زي ما فيه انشطة لها خصوصية معينة ايضا فيه هيئات لها خصوصية معينة الشاهد ان انا عايز اقول لك انت كمحامي ما تتكلش على ان فيه نظام واحد مش على الكل لازم لازم ترجع لايه للليحة او القانون اللي بينظم الايه المشكلة اللي الموظف ده جايلك عشان دخلنا في المشكلة دخلنا في التحقيق فيه شروط معينة للتحقيق برضو القانون احاط الموظف المحل التحقيق ده هو اللي هو متهم بدمانات لان انت بتمسي شرفه الوظيفة وبتمسي كيانه الوظيفة فمش مجرد قالك حتى لو هتختره بالتحقيق لازم تختره في وقت معين وبنظام معين وبطريقة المعينة ولازم اوضح له انت متهم بايه بالظبط وبعدين الشخص اللي يحاق معه اللي هو عضو الادارة القانونية ايضا حتى رغم انه هو موظف يخضع لقانون الادارات القانونية يعني بمعنى صحه مش حول وهي قضائية لكن دايما تلاقي موظف الشؤون القانونية او عضو الفني في الادارة القانونية له حيثية تختلف عن غير من الموظفين عشان كده حتى في الهيكل التنظيم في اي وزارة ولا اي هيئة تلاقي دايما الادارة القانونية خاضعة مباشرة في التسلسل الادارة المين لرئيس الهيئة او للوزير المختص يعني على طول تلاقي الوزير في الهيكل التنظيمي تحت منه مدير عام الادارة القانونية او الادارة العامة للشؤون القانونية ليه لاني تعتبر الادارة العامة للشؤون القانونية كأنها هي او مش كأنها ده هي بالفعل هي مستشار الجهة ليه لان الادارة القانونية اي ادارة قانونية مش احنا بنقول ايه مجلس الدولة في ايه مش فيه فتوة وتشريع وقضاء زي ما قلنا قبل كده نفس الحكاية داخل الإدارة القانونية أي إدارة قانونية في أي مكان تلاقي فيها قسم للفتوة يعني يبدو الرأي في المسائل اللي تطلب منه قسم للعقود معناها أن عضو الإدارة القانونية بيشارك في إبرام العقود اللي تعملها الجهة الإدارية قسم للتحقيقات عندك موظف في الوزارة أو موظف في الهيئة يتم التحقيق معه عن طريق مين عن طريق الإدارة القانونية مع الأغذى في الاعتبار الضوابط اللي احنا قلنا عليها أن لو واحد أحيل التحقيق أنا كقانوني لازم أبقى أفهم الرجل ده خاضع ليه ولا مش خاضع ليه طيب إذا كان مدير عام أحام معه ولا أقول له لا أنصح بقى رئيس الجهة أن ده يحل النيابة الإدارية لو المخالفة دي مخالفة مالية وقال له حافية يا فلان أحافية ولا أعمل إيه لازم أحيلها للايه أنصح المسؤول أو الرئيس أن ده مخالفة مالية ولابد التحقيق فيها وإلا التحقيق هيبقى باطر يعني أنت تبقى أنت عين القانون للجهة فيها أيضا إيه إدارة للفتاوى إدارة للتحقيقات إدارة للعقود إدارة للقضايا متابعة القضايا ما من المحاكم أنت كمحام شؤون قانونية في الجهة بتتابع مع مين بالتنسيق مع عضوة هيئة قضايا الدولة يعني عضوة هيئة قضايا الدولة بيجي ممثل الوزارة وإنت بتبقى إيه حلقة الواصل أو إنت اللي بتمده بالمستندات اللي هيقدمها للمحكام يعني أنا عايز أقول لك عضو الشؤون القانونية في الجهة يمكن بيقوم بعمل أكثر من عضو هيئة قضايا الدولة ليه لأنه هو اللي بيمده بالمستندات وبيمده بالمذكرات وبيمده بأي حاجة متعلقة بالقضية المرفوعة على الوزارة إذن الشاهد من ده كله أن أنت كمحامي إذا كنت محامي أدارة قانونية أو محامي داخل وزارة عليك دور كبير جدا وطبعا من باب أولا ده كنت محامي خاص ده أنت شايل إيه شايل الدنيا كلها على عتقك فلازم أبقى فاهم لو واحد معي دلوقتي راح يتحقق معاه طيب إيه بقى سلطات المحقق إيه سلطات المحقق لازم معرف سلطات المحقق إيه طبقة للقانون بالظاب أنه هو أول حاجة أنه هو من حقه أنه يتناول موضوع التحقيق اللي معاه من كافة جوانبه بمعنى أنه هو زي ما بقوله كده يقلب المحل للتحقيق يقلب المتهم تمام؟ ولكن تقليبه للمتهم من أجل الوصول للحقيقة وليس من أجل إيه؟ وليس من أجل إعقابه فقط بمعنى أنت بتحقق معاه يبقى فيه وسائل معينة للتحقيق في وسائل مشروعة طب لو لجأ إلى وسيلة غير مشروعة أنا كمحمد بقى وقفل بالمرشاة بمعنى زي إيه؟ أحياناً تلاقي المحقق بينطأ مين؟ عايز ينطأ المتهم غصب عنه وأحياناً بيوحي إله بالأسئلة يعني يقول له أنت عملت كذا 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 صح ولا ما صح؟ يعني عايز إيه؟ عايز هو اللي بيملي عليه السؤال أنت ساعة كذا كنت في المكان الفلان لا السؤال ما تبقىش كده حتى طريق توجيه لأسئلة من المحقق المحامل اللي مش فاهم تعد عليه إنما المحامل اللي فاهم يقول له لا ساعتك المفروض السؤال يبقى بالطريقة الفلانية أنت ما تقرروش أسئلة ما تنطقوش أسئلة ما توحيش إليه بإجابة معينة أو يسألوا السؤال ويقول للكاتب بتاع التحقيق اكتب قال كذا 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 على لسان مين؟ على لسان المتهم وممكن المتهم يكون مش عايز يقول كده ما كنتش أنت بقى تبقى فاهم الحاجات دي كلها كأنك أنت المحق ولذلك برضو كررتها وبكررها تاني لازم تضع نفسك في مكانة إيه؟ ها؟ أعلم من مين؟ من اللي أنت واقف قدام سواء كان نيابة أو كان قاضي أو كان محكمة وتكون أذكى منه ليه؟ لأنه هو بيبحث عن حقيقة وانت أيضا بتبحث عن حقيقة فهو صراع متبادل وفي النهاية اللي بيغلب في هذا الصراع قوي الحج وقوي الإيه؟ وقوي البرهان من ضمن حاجات التحقيق أنه لازم المحقق يكون لديه المهارات الكافية اللي هي تقدر توصله للحقيقة من أقرب طريقه بأقل مجهود من أقرب طريقه بأقل مجهود بمعنى زي ما احنا بنقول كده المفروض المحقق ما يلفش دور المفروض يصل إيه؟ يصل لمناطي النزاع بسرعة ودي المفروض أنه هو بيكتسبها وانت برضو كمحامة بتكتسبها بمعنى أن انت كمحامة حتى عشان تصل إلى مشكلة الشخص اللي جاي يوكلك في قضية لازم يكون لديك المهارة أن انت توصلها بسرعة بدلاًا إيه؟ لما جيلك واحد الوقت انت بتوصل تعمل إيه؟ مش بتوصل تسأله إيه اللي حصل واللي ما حصلش وكذا وكذا وكذا؟ تمام؟ ممكن انت نفسها كالا لما تيجي تقرد مشكلتك على المحكمة لما تيجي تقرد مشكلتك على المحق وانا قلتلكم قبل كده برضو أن أحياناً في محامة ينرفضك وانت بتقرد صحيفة الدعوة بتاعتك ليه؟ عمال يحط في انصوص ويحط في كلام ويحط في كذا ويحط ومش عارف في النهاية يوصل للطلبات الختمية بتاعته إيه فدي برضو هي دي المهارة دي المهارة أننا كيف أعرض طلباتي على المحكمة كيف أعرض طلباتي ممكن مثلاً في النيابة في التحقيق مع محق المحقق عادت إيه طلباتك سعادة الزميل يعني إيه ما عندكش القدرة الكافية أن أنت تلخص خلامك وتعرض حجتك بسرعة دي هي المهارة طيب المهارة دي هتيجي منين هي واحدة هينزل على الواحد لا مش واحد المهارة دي بتيجي من كتر الإراية من كتر الاطلاع من متابعة التحقيقات وهكذا مرة على مرة على مرة على مرة على مرة تبص تلاقي نفسك بقيت محترف زي اللي بيتعلم السواكل الأول بيبقى مكلف في الديروكسيون وخايف يعد من جنب واحد وخايف واحد يتعد من جنب وخايف خايف يدانه لما بعد كده يسوه هو إيه يسوه هو مغمضية نفس الحكاية بس دي احتراف بقى عشان كده اللي بينجح دائما في المحامل اللي هو المحامل المحترف اللي هو إيه يعني يعني واخد المهنة بجد واخدها بإخلاص من ضمن الحاجات اللي في المحاقق اللي أنا لازم أراعيها سواء أنا محاقق أو حاضر مع واحد محاقق معه زي ما قلنا حيادية المحاقق لازم صفة أساسية في المحاقق بالإضافة للمهارة أن يكون يتمتع بالحيادية الحيادية معناها إيه معناها عدم الانحياة بطرف على حساب طرف مش معنات أن أنا محاقق أن أنا أخلي كل همي أن أنا أثبت إدانة مين الشخص المحل التحقيق أو أثبت خاطئ وإن ما عملتش كده لا يبقى أنا كده فشلت في التحقيق لا الحيادية أنت راجل بتبغي الوصول للحقيقة وأنت المفرور كمحاقق أنت خصم شريف ما أنتش داخل في نزاع بينك ومن حد واجه القانون إيه كده وأنا حتى كمحامي خاص معلش وأنا أردت لكم برضو قبل كده أني مش عامل كمحامي أني أخلي كل همي أني أكسب الأضياء على الفضوة وعالمليان زي ما بيحصل بنشوف معلش بعض الزمل المحامين أحياناً بيختلق مستنداته ولا ما يختلق هاش يختلق مستند عشان إيه عايز يحصل على البراءة لموكله عايز كذا عايز كذا لا ده شرعاً حرام حتى ليه لأن أنت خلي كل همك عشان ربنا يحللك حتى دخلك كل هم أن أنا أصل الحق والله إذا كان الرجل ده الرجل محقف اللي بيقوله إذا كان رجل مش مزنب إذا كان رجل كذا خلاص يبقى أنا وقف معاه لآخر نفس وبرضه هقف معاه حتى لو هيدان ومش معنات أنه أدين يبقى أنا يا محامي خايب أو محامي ما شفت الشغل لا نحن دايماً بيقول التزام المحامي إيه التزام بإيه ببذل عناية وليس تحقيق غال وليس تحط دي في دماغك دايماً كده أن أنت وانت حاضر مع واحد ما أنتش نازل مصارعة خناعة بالضرب ولا بالبتاع لا والله أنا عملت العلية وبعمل العلية في حدود ما يمليه عليها ضميري والقانون وهو بقى يفهم الكلام ده يفهمه ما يفهمهش ما يفهمه إنما ندور أصطنع مستندات أو أجيب مستندات ده بها تلشهادة طبية مش عارفية وأحياناً بقى معلش يعني روح أجرح نفسك وتعالى وهات تارير طبي بكذا والمحامي اللي يساعدوا على كده نقبلها نفسنا دي ها أنا ما نصحش بها يعني ده ده أنا إيه فايدة إن أنا همارس مهنة وحتى الدخل بتاعكم في الشباة ولذلك المحامي قصماً بالله أشرف مهنة لأن أنت يعني أنت عارف أنت بتغيس ملهوف أنت بتغيس ملهوف يعني يمكن أشد من الطب كمان تمام فبس بشرط نمارسها بحيادية فزي ما أنت محايد محايد في التحقيق لازم تكون محايد في عملك يا محامي وده شيء من يعني اسمح لي المفروض من استمعات الشخصية السوية أن يكون حياتي يعني حتى لو دخل أنت نزع بين اتنين مع بعض ما تجيش لواحد مع التاني عشان إن هو قريبك ولا صاحبك ولا كده ولو عملت غير كده هتلاقي نفسك مش مبسوط حتى من نفسك ليه الحيادية مطلوب وأهم بقى منها حيادية المحقق اللي هو زي ما بيقول كده مالوش علاقة بأي طرف من الأطراف وربنا ألها في القرآن ولا يجرمنكم الشرقان وقومنا على إيه على ألها تعديله وكررها تاني اعدله يعني جابها في النه وجابها في الأمر بعد كده اعدله هو أقرب للطاقة وأقرب كمان يعني مش هو الطاقة بحد ذاتها لا ده أنت ياريد تطلع تكون إيه وريب من الطاقة فعملية العدل دي المعادل دي مش مخاطب بها القاضي بس عملية العدل مخاطب بها المحام مخاطب بها القاضي مخاطب بها الشخص العادي أنت حتى تعدل بينك وبين عيالك تعدل وبين بيتك تعدل وبين جرانك تعدل مع موظفينك في العمل مع زميلك في العمل مع نفسك ما تحبش نفسك أكتر من اللازم مش معنات أن أنا بحب نفسي بقى أن أنا ممكن أكل حق غيري وده النزاح كله جاي من كده هو النزاعات بتيجي من ان واحد بيحب نفسه عن الاخرين فعايز ياخد كل حاجة نفسه عايز طمعان في اخوه طمعان في ابوه طمعان في مراده طمعان في ابنه ليه لانه بيحب نفسه فما عدلش مع نفسه عشان كده كلمة العدل دي مخاطب بها كل واحد وبصفة خاصة اهل العدل بقى اللي هو احنا اللي هو اهل القانون دولة احنا مش مأمورين بالعدل فقط ده احنا مأمورين بنشر العدل وبتحقيق العدل بين الناس مش مأمورين ان احنا نطبق العدل فقط ده المطلوب مننا جميعا ودايما بقول والله لو كل زميل محامي او قاضي يعني ارتدم السلوك العدل هيبقى هو نفسه يعني قدوة غيره وفي ذات الوقت هينصلح على المجتمع وانما كناش احنا كاهل العدل وكاهل القانون هنصلح المجتمع هنجيب مين اصلحه يبقى ملومش على غيرنا فنرجع لحيادية المحقق ومهارات المحقق من ضمن الحاجات التحقيق نفسها وانا حاضر مع المحامي بتاعه القانون احاطه بضمانات حتى كتابة التحقيق قالك لازم التحقيق يكون مكتوب لازم يكون ايه مكتوب بعد التحقيق معه كتابة ليه عشان الكتابة دي توثيق وحفظ الحاجة من الضياع وانتعد سنة 2-13 يسهل الرجوع اليها فده من ضمن حقوق المحقق معه ان انا دوله التحقيق بتاعه ومن حقوق الادارة ان انا دول التحقيق من ضمن الحاجات ايضا ايضا انك لابد حتى في كتابة محضر التحقيق ان انا ادول التحقيق في محضر وعشان كده دائما نعمل ايه اقولك نعمل محضر نعمل محضر نعمل محضر الهدف امن المحضر الهدف توثيق الوقع وفي ذات الوقت تدوين تدوين الوقع من ضمن كمان ضمانات التحقيق مع الموظف اني لازم التحقيق يوقع عليه مين المحقق على كل صفحة يكتبها بمعنى كده اننا لو محمد الوقت وموقعش على كل صفحة ابطل التحقيق اهي والتحقيق يبطل في كده وكل احكام العليا بتقول الكلام ده على اساس ان التحقيق ده هو صحيفة الحالة اللي تمت عليها الاجراءات اللي تمت فها لازم تكون شفافة 100% ده دورك كمحامي لو انت محامي حاضر مع شخص يبقى امسك محضر التحقيق واشوف الايه واشوف الصغرات اللي فيه ايه اشوف الحاجات اللي فلتت من المحقق ايه دي بقى هي دي الشطارة بتحتي من ضمن ضمانات التحقيق ان السكرتير التحقيق يمضى على المحضر وانه مفيش تحقيق بدون سكرتير ودي بتعدى على محامين كتير ليه لانسكرتير التحقيق ده اعتبر الشاهد على مين؟ على الواقع وإن أنا ما خليش والمحكام العليا أبطلة أحكام كتيرة طعم فيها المحامي الشاطر وكده قالك المحضر مش ممضى من سكرتير تحقيق ليه؟ لازم يتموض من سكرتير تحقيق ليه؟ هو أنا أجيب شاهد على المحاكة يعني ممكن يبقى المحاكة كوكين نيابة وعشان السكرتير ما مضاش معاه يبطل المحضر ليه؟ لأن دي جراءات حطها المشرق لأن دايماً الشخص اللي بيكتب نفسه أو اللي بيملي نفسه هناك احتمال أنه ينسى هناك احتمال أنه جامل صح ولا مصح؟ لكن لما يبقى معايا واحد يقول له كتب كذا 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 سين كذا ممكن وأنا بكتب أنسى إيه؟ أنسى حالة من اللي أنا عايز أسألها للشخص المحال للتحقيق وفي نفس الوقت سكرتير التحقيق ده يعتبر شاهد على أن عملية التحقيق حصل ما ممكن أنا كمحاكة بقى لو هكتب لنفسي خلاص أكتب المذكرة في البيت ولا أكتبها في مكان وقوله أن أنا حققت معها لا ده المواجهة المواجهة في التحقيق مهمة جدا ده شرط أساسي ما ينفعش أعد ده أنا المحضر في البيت واجه للشخص المحال التحقيق امضى على دي ما ينفعش تلقينوا الأسئلة ما ينفعش كل الكلام ده هتصدفوه هتلاقوه قدامكم في كل المحاضر فبقى واخد بالي بالزبط هل عملية التحقيق أجريت بمهنية ولا لا هل تمت كما ينبغي تبقى للقانون ولا لا لو المتهم أو المحال التحقيق عايز شهود من حقه أن يسمح شهود يطلب من المحاقق أنه هو يسمح شهود ما يقولهش لا مش محتاجينها ده حقه زي بالزبط وانت في المحكمة من حقك تبدي طلباتك في المرافعة وعايز أثبت الدفع ده وحالات كتيرة وحسين بعرف الكلام ده بتبطل الأحكام ليه للإخلال بحق الدفاع ليه لأن المحكمة مسمعتش حق الدفاع ده أشياء أساسي ومن ضمن حقوق المحال للمحاكمة أو للتحقيق كذلك من أن هو يبدي دفاعه فعملية التحقيق ما حدش هتخيل أن الدفاع يبقى قدام المحكمة بس لا من حقك تستعين بمحامة أمام المحقق من حقك تترد وانا قلت له من الكلام ده في المحاضر من حقك أنت ترد المحقق يعني لو حسيت أن المحقق متحامل على الموكل بتاعك رجل متعصف رجل مش فاضي مش عايز يسمع ما عندهوش وقت ييجي أكتر من واحد يقولك أنا طلبت منه حتى حط المستند ده في الحافظ قال لي لا مش عايزين طيب مش عارف مش عايزين لا الشخص المحل التحقيق ده من حقه أن يبدي كافة أوجه دفاع طيب لو ممكنوش من كده المحقق ممكن أرده زي ما أنا برده الأقضي في المحكمة ممكن أرد المحقق أرده زي أطلب من الجهة الرئاسية بتاعته اللي يمشكلها هيئة التحقيق أنها تبدل هذا المحقق بمحقق آخر أنها أنها تضيف إليه محقق تاني كنوع من الحيادي الشاهد أن أنا من حق كمحامي أو كشخص محل المحاكمة أو لو أنا محامي حاضر معاه أن أنا أمكن الشخص اللي أنا حاضر معاه من كافة أوجه حقوقه على أساس أن على الأقل لو أدين يبقى أدين عن محاكمة إيه محاكمة إيه لأه خلاص أنا كواحد حاضر معاه لأن أنت شريك لab بل أنت يعني هو أي نعم هو الفعل الأصلي بس أنت شريك أساسي معاه لأن أنت لسانه وممكن هو يعني في الغالب ما عندهش حجة قانونية ولا عنده حجة جيادة لدفع بها عن نفسه تمام فأنت فأنت يعني أنت اللي بتبين لحجته وأنت اللي أفصح منه في الكلام يبقى دي حاجات أساسية في التحقيق في عملية التحقيق في المحقق في إتاحة الفرصة للمحقق معه أن يدفع عن نفسه لو تمت هذه الحاجات يبقى أنا كده كمحامي قمت بواجبي كما ينبغي وفي نفس الوقت الشخص اللي اتحقق معاه أظن اللي يبقى هو لها علي حاجة وفي ذات الوقت يبقى هو مقتنع باللي تمت أما أنت شفت كل حاجة احنا كل حاجة إيه كل حاجة قدمناها عايز تستعين بخبرة استعين بخبرة أطلب حلال خبير أطلب حلال خبير الشاهد أن انت لك كافة زي ما المحقق له أنه هو يستعمل كافة سلطاته وانت كمحامي لكافة السلطات اللي في النهاية تؤدي إلى قيامك بدورك على أكمل وجه وتترك النتيجة لمين وتترك النتيجة لله سبحانه وتعالى دي عملية التحقيق باختصار اللي لازم ناخد بنا منها لأنها أساسية وبتبقى ضرورية جدا للمحامي وإن شاء الله نكمل في محاضرات قادمة لعمليات التحقيق وما تلاها بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته